من اكتر حتة اللي عجبتني في مؤتمر جمال بالماضي لما تسأل على الكلام اللي قاله سونج وقال لك ان انت جدت يدفع بسبع لعيبة والمنتخب الجزائيلي مجاش عشان يلعب كرة جمال بالماضي قال لهم الموضوع سهل جدا وبسيط سونج هتحمل مسؤوليتي الكلام اللي ازا يكون هذا الامر لا يعني ان احنا دواجاتنا في جابوه من اجل الفوز وعودنا به اللي هو باشا سونج قال لي بالزبط قال ان احنا راحين يدفع خلاص انا لا عشان اكسب مش مهم بقى اكسب ازاي وده الكلام اللي بلوحك قعد يقوله بقى لتلات ايام اللي هو بص مش مهم انك تكسب ازاي اهم حاجة انك تعمل ايه ترجع كاسبان لا اكتر ولا اقل قال لك من حق الكاميرون الكاميرونيين ان يخضبوا لانهم كانوا يردون الفوز ومن جهتنا نحنا نبعث عن الطريقة الانسب من اجل تاهل المنديال لغير من حق الناس ان هي تزعل ومن حق انا احنا ان احنا مغزعنا ندار على طريقتنا ان احنا نسعد للمنديال بس من حق سونج يقول ايه ان انا عايز اصعد كاسعالم يبقى مش مهم الطريقة اللي انا اوصل بها كاسعالم عاملة ازاي لان هي كده كده في الحالتين هتخضب سونج لانا سونج عايز اصعد كاسعالم انما انا عايز اصعد كاسعالم وهعايز اطلع كاسبان الموضوع سهل جدا مبسيط سونج بقى يزعل ما يزعلش مش مهم الكلام ده بقى شعب صراحة عجبتني جدا لحتة ريف قلت انها لحتة دي لازم نطلع نتكلم فيها وبعدين جادة بالمد يجي كميلها بعد كده وقال لك تفكيري منصب على طاعتية التأهل لكاسع العالم وسأعمل على اسعاد الجزائرين يوم السلساء اللي هو انا شغال علشان اسعاد الجزائرين بالصعود لكاسع العالم يوم السلساء بس ما نقعدش بقى نركز هنهاجم ولا هندفع اهم حاجة ايه نسعد كلنا يوم السلساء وان شاء الله باذن الله نسعد كلنا يوم السلساء ويكون سلساء خير بالنسبة منتخبات العربية لو اعجبك الفيديو وعايزت تخليني سلساء جميل ونعمل كلنا لايكاته ونوصلها واحد وعشرين الف اعمل لايك ما اعجبكش الفيديو هايزا رأيكو احترام بسلاحك انا عجبتني الحتة دي كنت حاب من ان نطلع الكلم فلا